اوكي والسؤال ده انا كنت اخد من حضراتكم بس كل واحد من حضراتكم تشكيل النادي الاهلي من وجهة نظره في المباراة القادمة لان انا عايز اوصل لنقطة ان حضراتك عندك تشكيل وستوز محمود عنده تشكيل وانا عندي تشكيل استوز سامي وستوز كل واحد فينا عنده تشكيل وحيبقى فيه اختلاف انا وجهة نظري بقولت من دلوقتي قبل ما حضراتكم اعلى هاو يعني اكيد اعلى هاو وانا كمان برضو بس قبل النقطة هل لان الاسوز اعصان برضو فتح لنا نقطة اخرى الحرب الكلامية مش حرب او الشغل السجال الكلامي الصادر من سانداونز وولي بيصدر من مسيمانيا دايما هما هل ده طبيعي هل ده ممكن يفرق مع مسيمانيا لا 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 هو اولا ده كل ده كل ده كلام طبيعي في كرة القدم اي مدرب اي فريق عاوز يشعر المنافس ها انه انه هو موقفه افضل منه انه هو هيكسبه بيبقى ممكن فريق بعيد تماما عن اي تصنيفات ويقولك هكسبك برضو صح يعني مش لازم يكون مية في المية احسن فده طبيعي يعني ده طبيعي جدا اللي بيسموها حروب كلامية مشروعا ما فيهاش اي عيب يعني بالنسبة للتشكيل انا برضو مع وجهة نظر السيد عصام انه هو حيلعب بالسكواد الاصلي بتاعه يعني كل اللعيبة اللي ظهروا وتقلقوا هم قطع غيار مهمة جدا انه هو يقدر في اي وقت هو دلوقتي من وجهة نظري مسيماني بيلعب مرحلة الانجوي انجوي اه مرحلة الانجوي اه طبعا اه هو بيعمل كده كل الناس هكابتن في كل العالم لا هو وعد على فكرة لا انا بكلم بجد لا لا وهو وعد قبل كده قالك انا عاوز اقدم كورة حلوة مش بس البطولة فاعتقد انه الشناوي الشناوي اه محمد هاني طبعا لسه لسه اكرم بعيد مش كده لا لا اكرم بعيد خالق يبقى محمد هاني اه عبد المنعم اه عبد المنعم يرجع ان شاء الله مش كده ياسر ايمن اشرف اخباره ايه اشتماعنا علي معلول علي معلول عندك انت السلاسي بتاع الوسط المدافع ما شاء الله تلاتة تعرفش هلعب تلاتة ولا اتنين هيلعب ما هو السؤال هيلعب تلاتة ولا هيلعب اتنين ما هو ده عشان كده انا بقيت اسأل اللي جماعة قلولي التشكيل لان انا عارف ان تشكيل لا انا يعني احنا كلنا قلنا تشكيل قبل مباراة المقصة لقينا تشكيل تاني خلص لا انا وارد على فكرة انا اتوقع انه هيلعب تلاتة تلاتة حمدي وثلية لانه عنده عنده البعد الدفاعي والبعد الهجومي والثلاثة بيوجيده الهجوم عنده برضه مين بقى التلاتة احمد شريف الشحات مين تاني احمد عبدالعادر احمد عبدالعادر تمام سوز محمود وهناك اختلافات ما لا بقولك انا براك كده كده هنختلف يعني بص وزي ما قال كده يعني الجزء اللي تحت كله احنا بنت فينا عليه اللي هو الشرناوي محمد هاني عبدالمنعم ياسر ابراهيم علي معلول وكلهم جازين قدام التلاتة هنا عندك بقى بص انا اختلف ممكن انا اعتقد انه هو ممكن يكتفي باتنين في نصف المنعم و�로 من اختلافات مع صنداونز يبقى يلعب أفشة أفشة أحمد عبدالعادر واهر محمد طاهر محمد شريف اعتقد بيرسي تاو ما اعتقدت في ادي اربعة وين تلاتة واحد يبقى معه ترس مستني ولانا اختلف مش موكل اه ولا واحد هبصر مش حال مش يعرف ماشي ميكي سوني هيبقى برضو تيرسي موجود انا فكرة هيبقى برضو ليه دولي اللي انت عاوز اقولك يا كابتن اسلام انه سانداوز المرات جاي مريح دا عاد معك في مصر لا بقاله اسبوع يعني ما جايش من ايه من صفر يعني ايه من جنوب افريقيا راجل قاعد مريح وهادي متفرج اه عنديهم هم عندهم اصابات ثلاث اصابات ممكن اصابة لعيب مهم جدا بالنسبة لهم هم صفروا مع كان عندهم امل ان هو يبقى جاهز لكن اعتقد مباراة صعبة في الملعب الاستفادة من الفرص اللي هتيجي بقليلة الاستفادة بتقديل نسبة الاخطاء عدم منح الفرصة تعارف لو وديت لسانداوز الفرصة في المساحات هيتعبوك فاعتقد ان هو حافظهم وهم حافظينه فهنشوف مباراة حلوة اخر حاجة سريعة جدا دليل على مرحلة الانجوينج دي ان هو دلوقتي بينوع في طرق اللعب صح انا بحس ان مرحلة الانجوينج دي بقى جاية واضحة قوي ان هو بيلعب دلوقتي ساعات اربعة ثلاثة ثلاثة وساعات تلاتة اربعة ثلاثة Wilson إنه يلعبها ويطور ده في الملعب يعني هو يدر يعمل هذا كويس يعني أنا طبعا بقول إنه موسيماني يحظه كويس قوي إنه شاف فرقة زان داونز مع مصر المريخ أكيد يعني قدر يشوفها أو تباحها أو بعد حدي دي نقطة مهمة جدا وبالتالي الفرقة يعني المقرية عنده والتشكيل مش 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 شاف فيه اختلاف هو الشداوي شداوي هاني وعبد المنعم وياسر إبراهيم ومعلول وفي النص أنا أبيو ديانج والسولية قدامهم أفشا للربط مع أحمد عبدالقادر والشريف والشحات المهم جدا إنه يكون فيه قتلة هجومية كافية لإنه إحنا عزيزة فيه ثلاثة واربع مختلفين عن السيد محمود مثلا يعني مهمة جدا إنه إحنا يعني نعمل قتلة هجومية كافية فيه أوراق على الدكة تقدر تسيطر بها تقدر تغابل بها أو عفوا تقدر تتفاجئ بها الخزم وتقدر تغير طريقة اللعب وتقدر تغير طريقة اللعب وتقدر أنه يعني يحرص على أنه يلعب مدافع لأنه عندنا أربع نوعات لو خد نقطة من أهلي يبقى أفضل ووقف الأهلي كمان شزع صحيح أنا شايف أن موسماني هو رجل بيقدر يلعب الماتش ويتطور الأداء خلال الماتش يعني يلعب بالشناوي ومعلول محمد عمينة وياسر ابراهيم ومحمد هاني ويلعب بديانج والسولية وحمدي فاتحي ويلعب بمحمد شريف قدام وأحمد عبدالقادر وطار محمد طار ويستغل أفشا وبيرسي وميكي سوني وحسين كل دول يبقوا الزخيرة لما يحب يطور الهجوم هو عايز الأول يكسر مقاديم ممكن يبدأ بدول وبعدين يطور بدول مش موسماني هو على فكرة وده فكرة مدرب يبقى أكثر وعيا أنا مش جاية أتنطط عليك الأول أنا جاية الأول أحجمك وقفك عند حدك دي بالك أصول لازم أنت قلت كل محلو أوسع مش جاية تنطط عليك دي أصلي معنى لما يبقى عندك مبوعة لعبين كده وكلهم كويسين فأنت بتبقى محترفة فلازم أطبط نفسي الخبرات مطلوبة في البداية طبعا الخبرات مطلوبة لأنه ممكن خبرة حسين ولا خبرة طاهر لا طاهر طاهر على خبرة حسين كل واحد له طريقة طاهر زروفه عودة الملعب ما أعتقدش ببداية التسعين دي لكنه كارت رائع زي ما أفشا كده يقدر بس هو الأول عايز يعمل استحكامات في الملعب عايز يقوله أنت مش هتقدر تيجي هنا هيعمل الضغط اللي هو العالي ده وفي نفس الوقت هيحاول يكتازه مخاصة أنه هيقدر يطير واحد من الجناحين طول الوقت ويقدر يخليها تبقى ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة صح لو عمل تغييره من هنا عمل تغييره من هنا أعتقد أنه هو خلاص يعني موسماني زهنه بقى صافر تحمل حاجات كتيرة قوي بالتشكيك فيه أنه عنده أمل أنه يقعد في الأهلي وخلاص الإدارة قالت له أنت قعد قعد إحنا بس عندناش وقت أنه يقعد نمضى يعمل حج وبالتالي الراجل خلاص بقى حيبدأ يعمل كورة فيها كلام من بره وفيها تكتيك أمال يركز عليه زي ما عرفت في التدريب يعني عموماً يا رب كل التوفيلي نادل أهلي إن شاء الله في مدراتهم قصد أقول لك من الأهلي كده كل الكلام اللي حضر لكم بتقولي ده ممكن يعسك لأن الأهلي دلوقتي كده السكواد ده مطمئ يعني طبعاً قبل ماتش مصر المقص هل حضر لكم تتوقع أنه هو يلعب بتشكيل ده لا أنا خلت مني محمد هاني بس لا أنا كنت متوقع التشكيل ده مع عدم محمد هاني إنه هيلعب محمد هاني هيلعب مكسوني من الأول هو فاجئنا فبالتالي خلينا ننتظر إحنا عندنا سكواد الحقيقة تلاتة وتلاتين لعب وجهة نظري تلاتة وتلاتين لعب يقدروا أي حد فيهم دلوقتي يلعب بسم الله ما شاء الله وكلمة الأهلي بمن حضر وخدوا السقة دي والله كنت لسه أقولك من فكرة أن الأهلي بمن حضر